سوريا كبلد تم اقتسامها إلى مناطق نفوذ وسيطرة واحتلال بين عدد من الدول الإقليمية والدولية هذا ما عبر عنه المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا غياث نعيسة في حوار مع وكالة هوار نعيسة اعتبر أن مباحثات أستانا برعاية إيران وروسيا والتركيا لعبت دورا في إعادة رسم مناطق السيطرة وتقاسمها وفي هذا السياق أجبرت تركيا الفصائل المسلحة على الخروج من حلب الشرقية لصالح النظام وذلك مقابل احتلال تركيا لجرابلوس وإعزاز والباب كذلك استعاد النظام الغوطة الشرقية وغيرها من مناطق ريف دمشق وريف حمص وحمى مقابل الاحتلال التركي لعفرين التنافس والصراع بين الدول الإقليمية والدولية في سوريا أصبحت حربا بالأصالة أكثر منها حربا بالوكالة لكن ليست كل هذه الدول على اتفاق فتركيا وروسيا وإيران تعتبر نفسها دولا ضامنة وفق اتفاقات أستانا لكن هناك اختلافا فيما بينها حول مصالحها وأهدافها في سوريا وهذا التفارق والاختلاف في الاستراتيجيات معرض للتحول في أي لحظة إلى حالة عداء فيما بينها في المقابل وعلى الرغب من أن تركيا والولايات المتحدة عضوان في حلف الناتو لكن نجد أن بينهما بعض التفارق في المصالح فإن غضت الولايات المتحدة الطرفة وسمحت باحتلال تركيا لعفرين بمباركة روسية لكنها تمانع ذلك فيما يخص منبج وشمال سوريا وفي مثال آخر فإن روسيا والتي من المفترض أنها حليفة لإيران تتجاهل ضرب إسرائيل لمواقع إيرانية وللنظام داخل سوريا وبالمحصلة من خلال آستانا تقاسمت هذه الدول الجزء الأكبر من أراضي سوريا كذلك تقاسمت وتبادلت الناس في هذه المناطق وما يفاقم من الحال أن الاحتلال التركي يقوم بتطبيق سياسة استيطانية بشعة ولسيما في عفرين حيث أنه يمارس عملية تغيير ديمغرافي بطرد السكان الكرد من أرضهم وبيوتهم ليضع مكانهم بعض المرحلين من الغوطة وغيرها